تقشف وخفض لرواتب موظفي قطاع العام وترشيد النفقات العامة هي أبرز ما كانت تتعهد به الحكومات المتعاقبة في العراق لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة بسبب الفساد الحكومي ونهب المال العامة حكومة الكاظم الحالية لم يكن أمامها من خيار لمواجهة الأزمة سوى الهرولة إلى الاقتراض لتأمين رواتب القطاع العام وهو حل بإجماع كل الخبراء الاقتصاديين والماليين لا جدوى منها لمواجهة المعضلة الاقتصادية البنك المركزي العراقي من جهته حذر من انخفاض مخزونات العراق من العملات الأجنبية بسبب الزيادة في تمويل الاستيراد وانخفاض ما موجود من دولار لدى وزارة المالية بعد هبوط أسعار النفط في العالم البنك أضاف أن معظم الإنفاق الحكومي الجاري سيتحول في المستقبل القريب إلى طلب استهلاكي وهما يفاقم عملية الاستحواذ على الدولار من السوق العراقية وقد يفضي إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار آخر ما قدمته حكومة الكاظم لمعالجة الأزمة ما سمي بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي تتمحور حول ترشيد النفقات ومعالجة عجز الموازنة وخفض الرواتب والأجور وغيرها بمدى زمني من ثلاث إلى خمس سنوات وهو خارج عمور هذه الحكومة ما يعني دعاية سياسية وأعلامية في إطار الموسم الانتخابي أكثر مما هي حل اقتصادي عملي وحقيقي للأزمة وعلى الرغم من إعداد الحكومة للورقة البيضاء إلا أن العديد من النواب أكدوا أن الخطوة مجرد وعود لا أكثر فضلا عن حاجتها إلى تعديلات كبيرة بحسب اللجنة المالية البرلمانية وعلى ما يبدو فإن الأزمة المالية الحالية التي يمر بها العراق تضاف إلى قائمة أزمات الثقة بين المواطن وحكومة الأحزاب بسبب عدم قدرتها على تحقيق تطلعات الشعب بالعيش الكريم